حالة اللي بعديها تلاتة على واحد دي دول بقى نقف هنا يعني نقول حاجة 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 ارجع للسؤولة بقى حاجتين كنا موجدين هنا يا كريم وقلنا حتى عنوان كان نازل كده انه سندونز عنده مشكلتين كبار ايه هم المشكلتين واحد بيفقد الكرة تحت الضغط الجيد اتنين اتنين في نفس النقطة الاولية انه او العودة لأماكن التمركز بطيقة جدا وشرحنا حتى هدف القطن الكاميروني انه لما الكرة قضعت راحب بجون ما بيعرفوش ارجعوا الكرة التانية قلبة الملعب او الكرات العكسية اللي بتتعمل النهاردة نموذج الجنين بتوعنادي الاهل دي الحاجة الايجابية الوحيدة في ماتش النهاردة ان انت درست درست ازاي تعرف تجيب الجون في سندونز بس الاسف معرفتش تتجنب تتجنب ازاي خش بالجون ضغط من بيرسي تاو قندوسي لمسة واحدة قطعت الكرة في وسط الملعب شريف تعامل معها بشكل جيد سند الاولانية ورح حطت التاني الفريم اللي بعده هدف طيب ايه النقطة التانية اللي كان مشكلة لكت عندهم وتم استغلالها يلا روح للجل اللي بعده بص يا كريم الكرة دي كان في بدايتها الكرة هناك خالص ناحية الشمال تغييرت ملعب قلتلك تستقبلوا جون من اورلاندو بايرتز في الموراء قبل قبل الاخيرة في الدور الجنوب افريقيا بنفس الشكل هم بيتكتلوا دايما تحت الكرة في اتجاه الكرة بيعملوا زحمة عشان ياخدوا الكرة بسرعة قلبة الملعب بتعملون مشكلة كبيرة جدا النهاردة اتقلب الملعب بقندوسي راحت لتاو واحد على واحد الراجل راح والنهاردة واحدة من افضل مباراة ببيرسي تاو بالمناسبة العلامة المضيئة الوحيدة النهاردة في مباراة النهاردة كان بيرسي تاو على فكر الكرة دي كان عملها نارة ثلاث مرات واحدة في العرضة العيب الوحيد اللي قدر استسنين من النادي الاهلي من الشكل السيء المهين اللي كان عالية العيب تنادي الاهلي للنهاردة طبعا هو بيرسي تاو